مدينة مقدسة للديانات السماوية الثلاث القدس عاصمة للإسرائيليين والفلسطينيين اليوم ما هو الوضع القانوني لهذه المدينة؟ كما أشرتم إن القدس مدينة مقدسة ثلاث مرات هذا لا يحل القضية السياسية القدس للأسف مدينة غير مدرجة على قائمة اليونسكو وضع القدس كان من المفترض تسويته بالقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة الذي تضمن خطة تقسيم فلسطين في العام 47 وتسعمة وألف للأسف لم يحترم من قبل الطرفين خطة التقسيم كانت تتضمن دولة يهودية ودولة فلسطينية والقدس منطقة دولية خاصة بالنسبة للأماكن المقدسة تم احتلال القدس منذ العام 47 وتسعمة وألف وفي العام 67 وتسعمة وألف احتل جزء القديم من المدينة وانتزع من الأردن بالقوة في العام 89 وتسعمة وألف البرلمان الإسرائيلي أقر قانون اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الموحدة عاصمة لم يعترف بها طالما أن السفارات ما زالت الآن جميعها في تل أبيب حقيقة جعل القدس العاصمة الموحدة للإسرائيليين بالقوة والطلب من الفلسطينيين لاعتراف بها والتخلي عن فكرة جعلها عاصمة لهم أيضا أدت إلى طريق مسدود سياسيا واجتماعيا وحتى على مستوى الجغرافية السياسية بالطبع حل هذه المشكلة لا يمكن إلا من خلال التوصل إلى اتفاق شامل كما نصت عليه اتفاقات أوسلو والتي تم تأجيلها رغم أنها تسوي مهمة لكلا الطرفين فلسطينيون وإسرائيليون أنتم أيضا اطرحوا سؤالكم على صفحتنا الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي